اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والمهندس طاه الجمال من القطاع الخاص وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إثيلين لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد وقد اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كبلات إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونورال كما أنه سيوفر حوالي 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة عوضاً عن استيرادها من الخارج وسيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات البولي إثيلين وسيضم 30 خط إنتاج لألف منتج مختلف مما سيسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد كما أنه سيكون مطابقاً للمواصفات الأوروبية وسيتم اعتماد منتجاته دولياً بما يفتح آفاق التصدير خاصة للدول الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة لا سيما دول الكماسة وسيحتوي أيضاً على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد ومن ثم سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات واللواء أركان حرب محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكا الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكا وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكا وذلك بالتعاون والتنصيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بما فيها المساحات المنزارعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة فضلا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات خاصة ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحورية وتبطين الترع بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي وقد وجه السيد الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا وتطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وقد وجه السيد الرئيس بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية وفي إطار مشروعات جهاز الخدمة الوطنية استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل نشاط الجهاز في مختلف القطاعات خاصة في مجال الأمن الغذائي بالتنصيق مع وزارة الزراعة بما في ذلك الموقف التنفيذي للمراحل المختلفة لشركة سايلو فودز والمجازر الآلية المتكاملة إلى جانب زراعة شتلات القصب فضلاً عن تطوير مجمعي مصانع قهاء وإدفينة ترجمة نانسي قنقر